سلام خوتي العزاز كنتم منكم تكونوا باخر على خير وفي اتم الصحة والعافية تحياتي للجميع بدون استدناء خوتي اخوتتي كنتم من تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس بس توصلوا بكل جديد وبطبعة الحال ما تنسونيش من التعالق ديالكم الغزالة اللي كتفرح قلبي وبارتاجي وخوتي بارتاجي على قد مقدرتو قصة دياليومة فيها معاناة قصة حقيقية مئة في المئة كتألم صراحة الله ولكن ضروري كنخصني شاركة معكم ضروري كنخصني تعرف المعاناة ديال هاد الفتاة لهذا استعدو وسمع معايا القصة سلام في عمري 18 عام عمري ما شوفت نهر مزيون في حياتي عتقولوا لي اهناش عنقول لكم بسبب ابا اللي كاسكيري وفسيدي واللي دمرني انا وخوتي ابا كان مزوج بمرقبل من ماما سمح فيها في صبيطر كيتموت وحتى ابنتو سمح فيها غير مع الناس قعمت سوق لا ماتت وحتى العزو ما عملولاش المهم شاءت الأقدر وتعرف على ماما اللي اغمق عليها بالكلام المزيون والمعاملة الطيبة والوعود الكاذبة ماما قالت صافي هدا هو ورد الناس اللي غادي نعيش معا حياتي ونبني مستقبالي ونعمل وليدات ونعيشو كيف الناس ماما ما كانش عارفة انه عنده غير مع زوجه طلق ومستمكان غير كي طلق كوراها رحمة ديالربي ولكن كان ما خاف يا عدم زوجه وما داشي بزرد الوقت حتى خرج من الخدمة وهزت ماما مسؤولية القفة كل مرة فين كتخدم هالقهاوي هالقوطيلات المهم كالدمر ديال بالصح وهو كياخد للريال الاخري اللي كتجيب ولدت خي حمزة من بعد أنا مورها خي الصغير صارحة ابا كان قبيح بزاف دائما كي ضربنا وتعدى علينا كان عقل واحد النهار بقى كي ضرب خي حمزة حتى بل حاشاكم في حويجو دك ساحا خرج خي مرجع خي تشرد والحد الآن ما عرف عليه والو كينكي جي سكران وغير دعاية طالية وما سمعتو شي كي بقى يضربني اندرجة نجحن من مرة كواني بالقرو اللي كي كمي تخي الصغير كينكي يعاني معانا كالملجأ ديالو هو انه كي هرب من الزنقة يبقى فيها الساعات ماما مسكينا كان تحنينا كتحاول تجمعنا وتوكلنا تشربنا وتكسينا كان عنده امل ان الله عيبد الحلنة لأفضل أبا كان سكيري وكي جي بالبناتنا الدار وإحنا صغار وكانشوفو داك الفسات قدام عينينا تخيلو أخوتي أنا صغيرة وما كان عرف والو في هاد الدنيا كينكي سردني يجي بالقرو ويا ناري ويدعماني الله وتعطلت خنات عليا كينكي يجوعنا ويدربنا كينكي عملنا بقصوة وقهرة عمر ما عرفت كيف عامل الأبوة أو حنان الأبوة من اللي كينكي بقيت عدى على مموة بزاف كتوصل بيها نوحد دراجة ما كتقدرش يدي تحمل كتكتسمح فينا وكتهرب كينكي تنادم معا هالحال حيتخلتنا معا داك الوحش وكترجع أما ببا قاع ما كينكي عمل نحسب انتا واحد لان مرتو ولان ولادو كنت كان اقرأ العيشين اللي عيشاها مموة مرضت بالسكر والأعصاب بسبب العنف ديال ببا والمعاناة اللي كتدوز منا أما قريتي ضيعت فيها أنا وخوتي المهم وحنها جدي كمريض واضطرت ماما تمشي تشوفو وبسبب المرض ديالة من اللي كانت راجعة طحت في الكار وغيبت ممرة من اللي الدوها صبيطار جبروا السكر طلعها بزاف وكانت حاملة بقى تحتولت شوية وتحسنت حالتها وجاتنا الدار في تيك الوقتها ججزت داتي عدنا قبلت ماما حتى ولت باخير ومشيت في حالة صافي حتى عيصردني ببانو تسخر من الحانوت ومن اللي عنا رجع غادي نعيش لي فاجعة اللي عتكون سبب نهياري عيشوفو ببا كيدرب ماما اللي حاملة واحد طريقة وحشية كيعفص عليها بعدوانية واحد الدرب خلاني مسمرة في بلاستي ماما كلت في الدق حتى تهرثت لها الضلعة ودخلت لها في الكبدة وبدت كتك تقيد دم بقيت كنشوف كنشوف ماما في ديك الحالة وما عارفة شنو نعمل شفية وقلي إذا غوتي عن زيدك عليها أنا بقيت وقفة مشوكية ماما الحبيبة ماتت قدام عيني وانا كنشوف وما قدرة ما نعملها سد الباب علينا وباتنا ديك الليلة وماما الحس ديانا مقطع خصني غير شي فرصة نقول غير نجيرا باشي عايطن جداتي حتى فلي مشي يجيب لي القرة فرحت كنت هذكي الفرصة ديالي باشي نشوف اللي اعتقنا غير خرجت شفت واحد المرأة ومشيت كينجرين عندها بقيت كمكي وكان قولها عطقوا ماما ماما ما قطر درشي ماما قطع الحس عافك صافي من بعد هات الفاجعة شردنا كتار وكتار الدوبان الحبس وانا وخاي الدونا الخيرية حت في ذاك الوقت كان عندي 11 سنة صراحة أخوتي كنت في حالة يرتلها جاني نهير عصبي كنت مصدومة واللي تنخف من اللي هو الطير وفي الخيرية جابوا لي طبيبة نفسية اللي حاولت تخرجني من هاد الأزمة اللي أنا فيها كنت كنت فتف في كلامي ما عارفاش كيفاش نعيش في الدنيا من قصاوة الحياة اللي عيشتها وحاليا قلت أغر مع واحد الناس كانو كيعرفوا ماما حتى يسهل علي يا ربي ويرحمني بالأفضل كنت هدية قصتي قصة معاناتي النهاية اشتركوا في القناة